موعد النشرة الجوبية مرحبا بكم مشاهدين الكرام إذا نجوا مجمسة مستقرة تبقى تعيش أغلب المناطق الشمالية حتى الولايات الجنوبية مع درجات حرارة رح تكون لطيفة خاصة على المناطق الساحلية إذا نبدأ نشرتنا الجوبية كما العادة بصورة القامرة الاصطناعي التي توضح لنا بعض الصحب العابرة على المناطق الشرقية رح ان شاء الله لنهار غدوة رح يكون معتدين نسبيا على أغلب المناطق الشمالية للوطن رح تلحق سرعة الرياح إلى حوالي 30 كيلومتر في الساعة وبرياح قوية على الولايات الجنوبية رح تلحق حتى 50 كيلومتر في الساعة رح تأدل تطاير زوابع رملية محليا خاصة على الجنوب الغربي إذن بخصوص الوضعية الجوبية لننتظرها إن شاء الله اليوم في اللين نرتقبول إلى صفية إلى قليلة السحب رح تخص الولايات الشرقية أجواء الصفية مستقرة على المناطق الوسطى والغربية حتى على شمال الصحراء ومنطقة الواحات كذلك على الجنوب الغربي وسط الصحراء أقصى الجنوب الجزائري نحو مرتفعات الهقار والتاسيلي بخصوص درجات الحرارة الدنيا لمسجلنا إن شاء الله اليوم في الليل إذن درجتين تحت السفر رح نسجلوها إن شاء الله بكل من باتنا خنشلة بساق سنتينة وسطيف سفر درجة على نعامة والبيت حتى على الغواط بسكرة وآفلو نفس المقياس بقلمة والسقهراس ثمان درجات على وهران جزائر العاصمة أربع درجات على عنابة معسكر وتلمسان المناطق الجنوبية أربع درجات رح نسجلوها بأضرار وعين صالح حتى على غردايا زلفانة والمنيعة سبع درجات بالنسبة لمنطقة تندوف تل درجات على بشار ودرجتين فقط على كل منوت السوف حتى على إليزي جانت وعينة مناس نجوز للوضعية الجوية المنطدر خلال الصباحة رح تخص أغلب السواحل الوطني احتمال كذلك يتشكل جريد على أغلب المناطق الداخلية خاصة على منطقة الأوراس رح تخص أغلب المناطق الجنوبية درجات الحرارة الدنيا خلال الصباحة أربع درجات تحت الصف رح تكون جد باردة خاصة على المناطق الداخلية الشرقية أربع درجات تحت الصف على كل من باتنا خنش لاتبسة حتى على منطقة قسنطينة وسطي في السفر درجة على قلمة والسوق هراس درجة واحدة تحت الصف بالنسبة لكل من النعامة والبيت حتى الجلفة والتيارة أربع درجات على عنابة غمس درجات على الجزاء العاصمة بليد أبو مرداس واتنس أربع درجات على البويرة واتيزي وزوس سبع درجات على وهران عن تيموشنت ومستغانم المناطق الجنوبيات 8 درجات على أدرار وعين صالح درجتين فقط على ورق لوحاسم سعود الدرجات على إليسي جانات عناميناس نفس المقياس بمنطقة غردايا و10 درجات بالنسبة لتيندو في ذن لبحان إن شاء الله لنهار الخميس رح يكون هذا إلى قليل الإصدراب على أغلب السواحل الوطنية ريح ما تلحق سرعتها 30 كيلومتر في الساعة على أغلب السواحل الوطنية بخصوص الرؤية إذن رح تكون متوسطة علو الموجة رح يلحق إلى المتر وإتجاه الأمواج رح يكون شمالي شرقي على أغلب السواحل الغربية الوسطى والشرقية إذن كانت هذه تفاصيل الوضعية الجوبية المنتظر إن شاء الله اليوم في الليل وغضوة مع الصباح نشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة في أمان الله